اعادة انتشار ام اعادة التموضع استفهام يدور حول احداث الحديدة التي وصلت جهود تنفيذ اتفاق السويد فيها حتى الان الى طريق مزدود وهو الطريق الذي يحاول المبعوث الاممي مارتين غريفث احداث اختراق في مساراته الملغمة بخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار الذي مر على سرايانه اكثر من اسبوعين فعلى وقع تلك الخروقات وصل المبعوث الدولي الى صنعاء في خطوة وصفت من قبل مراقبين بعودة اممية الى ما قبل اتفاق سوكهولم في الوقت الذي اوضحت فيه مصادر اممية بان مارتين سيعقد لقاء موسعا بقيادات الحوثي بحضور رئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال باتريك كاميرت ومنسقة الشؤون الانسانية ليزا غراندي ويفسر محللون التحرك الاممي في اطار محاولة التدارك الفشل الذي رافق لجنة يعادة الانتشار التي يرأسها كاميرت وهي اللجنة المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة كانت ميليشيا الحوثي قد شنت هجمات على مواقع للجيش في مداخل مدينة الحديدة بالتزامن مع تقديم السلطة المحلية بالمدينة التابعة للحوثي اتهامات للامم المتحدة بخرق اتفاق السويد على خلفية انتقادات الاخيرة للحوثي بالتسبب منهيار اتفاق اعادة فتح طريق صنع الحديدة يبقى مستقبل وقف اطلاق النار بالحديدة بلا اجابة فميليشيا الحوثي متمسكة بروايتها عن تسليم الميناء بكونه انسحابا ايجابيا بينما تصر الحكومة على كونه واحدا من سلسلة خروقات ارتكبها الحوثي مما ينذر بوضع مفتوح على كل الاحتمالات بما فيه عودة التصعيد العسكري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر